أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعه الله أن الارتقاء بالأداء الحكومية يتطلب تقييما يوميا ومتواصلا لتنفيذ الأجندة الوطنية والخطط الاستراتيجية للحكومة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 جاء ذلك لدى استعراض سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة عهود الرومي مدير عامي مكتب رئاسة مجلس الوزراء وسعادة نجلة العور الأمين العام لمجلس الوزراء ومريم الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بـ 45 جهة حكومية اتحادية وقال صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إن تقييم الأداء ومتابعته نهج ثابت في حكومة الإمارات الهدف منه تطوير كفاءة العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات التي نقدمها من أجل تحقيق السعادة للناس والاستجابة لطموحهم ومتطلباتهم بالشكل الأمثل وأضاف سموه لدينا خطط استراتيجية بعيدة المدى للارتقاء بالعمل الحكومي ونقله إلى مستويات متقدمة ونؤمن بأنه من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تتوافق مع طموحنا في الوصول إلى المراكز الأولى عالميا فلابد من تقييم وتحديث خطط العمل وأولوياته بشكل دوري وأشار سموه إلى أن متابعة وتقييم الأداء يهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية لرفع وطيرة وكفاءة العمل وتحصين جودة الخدمات والارتقاء بها منويان سموه بما تحقيقه فرق العمل الحكومية من إنجازات على أكثر من صعيد وبمستويات أدائها المتطورة وطلع سموه على نتائج مؤشرات الأداء في الجهات الحكومية الاتحادية وتطورات على صعيد تحقيق أهدفها وتنفيذ خططها وذلك ضمن برنامج العمل الدوري لسموه الذي يتضمن متابعة أداء الجهات وتطورات على صعيد تحقيق الخطط وبرامج العمل وتم التركيز على مؤشرات الأداء في وزارات التربية والتعليم والصحة وشؤون الاجتماعية بوصفها من الجهات الخدمية الحيوية واستعراض نتائج المؤشرات الاستراتيجية للأداء في كل منها